أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين قال الله العظيم في كتابه الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة أمن بالله صدق الله العلي العظيم العمل لا لون له الذي يلون العمل هو إخلاصه النية فالنيات هي التي تلون الأعمال إن كانت النية حسنة فالعمل حسن وإن كانت النية سيئة فالعمل سيئ تصور لو أن أحدا أكرمك وفرش لك البصاط وأطعمك وسقاك وعرفت أنه لا ينوي من كل ذلك إلا لكي يضر بك إلا لكي يخدعك فإنك لا تنظر إلى إكرامه بنظرة إكبار وإحترام لأن نيته كان سيئة ولو انعكست الآية كنت في مجلس من المجالس فجاءك أحدهم لكي يقدم لك الشاي لكن تعثرت قدمه فانكبل شاي على ثيابك وربما أحرق بعض جلدك ما الذي تقول له؟ تقول له شكرا لأنه كان ينوي أن يكرمك النيات هي جذور الأعمال الخيرة وجذور الأعمال الشريرة الطغاة مثلا لا يعرفون بوجوههم ولا بأعضائهم إذا جلست عند ظالم طاغ متكبر متجبر لا تجد بينك وبينه فرقا في عينيك في حواجبك في أنفك في ثمك في أذنيك أبدا لكن نيته وهي عمل الروح نية الطاغوت خبيثة الطاغوت يريد أن يظلم الناس أن يتكبر عليهم أن يتجبر إذن النيات هي التي تلون الأعمال أو بحسب تعبير القرآن صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة الذي يصبغ عمله بالإخلاص بالنية الحسنة فإن عمله يكون حسنا رب العالمين يريد العمل الخالص لا يريد العمل الذي أشرك صاحبه مع رب العالمين غيره لأن الله يقول أنا خير شريك من عمل لي ولغيري جعلته لغيري فمن يقوم بالأعمال الصالحة لكنه يشرك الآخرين فيه مثلا يصلي لكي يراه الناس وينخدعون به وبأعماله أو يذهب إلى الطغاة ويكون من وعاد الصلاطين ويصلي أمامهم صلاة جميلة بقراءة جميلة لا قيمة لصلاة لأن هذه الصلاة لم تكن لله الله يريد العمل الخالص انظروا أنتم حينما تزرعون نبتة من النباتات أو تزرع أو عندك بستان مثلا تسق الزرع بماء غير مالح بماء حلو بماء رقراق لكن لو خلطت مع هذا الماء بعض الملح فهو لا يروى النبات وإنما قد يقضي عليه كذلك أعمالنا كذلك كل أمورنا نحن بالنيات الخالصة نستطيع أن نحول الأعمال اليومية إلى عبادة أي عمل تقوم به إلى أكل تشرب تنام تسافر وما شابه ذلك يمكن أن تحول كل ذلك إلى عبادة كيف؟ بأن تنوي عملك لله الذي يقوم بعمل تجاري ويبيع ويشتري ويربح ويخسر إذا كان هذا العمل الذي يقوم به كل يوم ينوي في الصباح أن يقوم بعمل حتى لا يمد يده إلى الآخرين حتى يسترزق الله عز وجل بعمله حتى يوسع على عياله حتى يعطي للفقراء والمساكين حول هذا العمل اليومي إلى عبادة لكن بالعكس من يصلي ويحج ويصوم ويقوم بالأعمال العبادية الخالصة لكنه ينوي لله شريكا يسرك الحاكم يسرك الناس المارة وإلى آخره يشركهم مع الله عز وجل يعني هذا العمل يقوم به لله ولهؤلاء أقل التقادير فإن هذا نوع من أنواع الشرك العملي وليس الشرك العقائدي هذا الشرك إذن مطلوب مننا أن تكون أعمالنا خالصة لوجه الله بالطبع هذا أمر صعب جدا ليس أمر سهلا أبدا بمرور الزمن تتعود على أن تقوم بأي عمل في سبيل الله ولله إما أن تطلب الأجر من الله وليس من الناس وليس لمصلحة تقوم بعباداتك وإما أيضا لا لجنة الله ولا لناره كما قال الإمام عليه سلام الله عليه قال يا رب ما عبدتك إذا عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك أو يقول أن قوما عبدوا الله رهبة في جنته فتلك عبادة التجار يعني يصلي ركعتين يريد أن يربح الجنة التاجر كذا يعمل يبيع ويشتري حتى يربح وإن قوما عبدوا الله رهبة من ناره فتلك عبادة العبيد العبد يقرع بالعصى والحرة تكفيها الإشارة العبد يقوم بعمله خوفا من سيده من أن يعاقبه من أن يقطع رزقه وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار الإنسان الحر الذي يحترم نفسه يقوم بالعمل قربة الله تعالى ليس لمصلحة من المصالح الدنيوي في حديثا شريف أن من نصائح لقمان لقمان الحكيم بحسب الظاهر لم يكن نبيا من الأنبياء لكنه كان من الصالحين وكان من الحكماء وعنده نصائح كثيرة والله عز وجل خلد اسمه في كتابه الكريم في سورة لقمان لقمان الحكيم قال لولده إن البحر قال إن الطريقة بعيد أكثر من الزاد فإن الطريقة بعيد بعيد وأخلص العمل فإن الناقد بصير كان سابقا ولا يزال إلى اليوم أناس يعرفون المزيف من العملات عن الحقيقية يعني يميز ما بين العمل المزيفة والعملة الحقيقية هذه الأيام الناس يتعاملون بالورق وسابقا كانوا يتعاملون بالمسكوكات بالذهب بالفضة المسكوكتين بسكة البلب فكان هناك رجال بمجرد ما تضع السكة في يده يقول هذه مزورة أو أن هذه حقيقية يقول أخلص العمل فإن الناقد بصير بصير والحقيقة الإخلاص مشكلة الإخلاص أن الإنسان يحتاج إلى مرور زمن حتى يتعود على الإخلاص في العمل لأن عدم الإخلاص في الحقيقة كما يقول الحديث الشريف مثل دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على صخرة صماء من يحس بنملة واحدة تمشي في ظلام الليل على صخرة وصخرة صلدة من يحس برجليها لا يحس أحد لكن الشرك أحيانا هكذا عدم الإخلاص هكذا تحتاج إلى أن دائما تراقب نفسك تحتاج إلى أن تحاسب نفسك تحتاج إلى أن تعاقب نفسك حتى تتعود أن تقوموا بالأعمال بلية خالصة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم الدين القيم الدين الذي ينفع الإنسان في دنياه وأخرى هو الدين الذي ليس فيه أي شيء من الشرك خالصا لوجه الله تعبده لأن الله يستحق العبادة لو لا الله وإرادة الله وأنه أراد أن يكون الكون فكان وأراد لك أن تكون فكنت لو لا أن الله خلق ما خلق وأراد ما أراد لم تكن موجودا لم تكن تنتفع بأي شيء تعبده لأنه يستحق العبادة ولا أحد غير الله يستحق العبادة نحن تعودنا مع الأسف أن من يعطينا أكثر نشكره إلا في الله لو أن رجلا قدم لك شربة ماء تجد نفسك مكلف أن تقول له شكرا لكن لو أن أحدا أعطاك بيتا تجد في نفسك أن عليك أن تشكره أكثر من الذي يقدم لك شربة من الماء لو أنك سقطت في بحر أو سقطت في بئر ولولا أن أحدا نجاك لمت غرقا في البحر أو البئر فجاء أحدهم وأنقذك تشعر في قرارة نفسك أنك مدين له لأنه أنقذ حياتك لكن فيما يرتبط بالله كلما ينعم الله على عبده أكثر كلما يبتعد عن الله أكثر ويستخدم نعم الله في معصية الله هذه مسألة غريبة حقيقة الله الذي أوجدك من دون إرادة منك الله الذي أعطاك هذه الأعضاء التي في داخلك والتي لا يستطيع أحد أن يحسب عدد الخلايا التي بعضها تموت بمرور الزمن ويأتي الله بخلايا جديدة في جسمه كل هذه أعطاك خلق لك الشمس القمر النجوم الكواكب الأرض البحارة والغابات والأشجار والحيوانات والحشرات والنعم المختلفة كلها خلقها لك لكن لا تشكره لا ترى أنك مدين له بشيء معنه لو لا اختياره لك وقراره بأن تكون لما كنت وما أمر إلا ليعبد الله والعبادة لابد أن تكون مخلصة لله وإلا فإن الله لا يقبل عبادة عبد هذا العبد لم يكن مخلصا في عمله السفينة ما لتكرت تبه فإن البحر عميق والطريق بعيد فأكثر من الزاد والزاده لطريقنا البعيد من هنا إلى يوم القيامة كم يستمر من الزمن لا ندري نحن نعرف أن حياتنا في هذه الدنيا محدودة ما بين يومين من الزمن أو يوم من الزمن بعد ولادة الطفل إلى مائة عام وليس أكثر من مائة عام خلقنا في هذه الدنيا لمدة محددة ونرحل عنها لكن كم سنة نكون في عالم البرزخ لا نعرف لعل ملايين من السنوات تمر ونحن في عالم البرزخ أما يوم القيامة فهي مرحلة عجيبة من مراحل حياة الإنسان حيث أن ذلك اليوم طويل جدا ثمانية عشر مليار ومائتين مليون عام حسب آيتين في كتاب الله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون أو يقول في يوم تعرج الملائكة والروح في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة إذا كانت هذه السنوات سنوات الآخرة أي أن كل يوم ألف سنة فمعنى ذلك أن يوم القيامة يوم القيامة يوم واحد ثمانطعش مليار ومائتين مليون عام أما في الجنة فلا زمن دائم أبدا إلى أن نصل إلى الجنة نحن نعيش مراحل من حياتنا ونقضي عمرا طويلا أكثر من الزاد فإن الطريق بعيد أو فإن الطريق طويل وأخلص العمل فإن الناقض بصير نحتاج إلى أن نكون مخلصين في أعمالنا لأنه بدون الإخلاص فإن العمل مجرد ليس فيها لباب قشور الذي يصلي ويركع ويسجد وليس مخلصا في عمله هذا يمتلك قشور العبادة ولا يمتلك لبابها وواضح أن الإنسان يبحث عن اللباب أنت حينما تريد أن تشتري فاكهة تبحث عن لبها لا تبحث عن غلافها ولربما الغلاف يكون غلاف بلاستيكي مثلاً لكن ما في لباب ما في فائدة في كل شيء أنت تبحث عن الحقيقة تبحث عن اللباب لا عن القشور لكن في مجال العبادة وهي عبارة عن ركوع وسجود وأذكار إذا لم تكن نيتك خالصة فأنت تمسكت بالقشور ولم تهتم باللباب وجاءت روايات عديدة وآيات مختلفة حول قضية الإخلاص في العمل والإخلاص يأتي من النية حينما ترفع يديك للصلاة إن وأنك تصلي لله لا لكي يراك أحد ولا لكي يسمعك أحد ولا لكي تبحث عن مصلحة على الأقل حاول أن بعض عباداتك تكون مخلصاً فيها لا أقول كلها ودائماً لكن بعض العبادات حاول أن تكون مخلصاً في صلواتك حاول أن تكون مخلصاً في صومك حاول أن تكون مخلصاً في حجك هذه أمور مهمة أن تكون مخلصاً فيها حتى لا تخسر العمل لأن الحديث يقول كم من صائم صائم صام من بداية الفجر إلى غروب الشمس كم من صائم صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش وكم من قائم قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب نكتفي بهذا المقدار